اهلا 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 وسهلا بحضراتكم طبعا دكتور حسن كان عمال بيوسني علي وبعدين يعني خليني اول ارحب بكم مرة تانية فيمكن خليني ارحب بدكتور حاتم العبد قصد القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ومدير مركز بحوط الشرق الاوسط منورنا اهلا سهلا ايضا دكتور حسن عصفور رئيس تحرير امد وهو واحد من ابرز واكبر واهم المواقع وخصوصا المتخصصة فيه شأننا الفلسطيني ووزير المفاوضات الفلسطيني الاسبق وزي بقيت لحضراتكم احد مهندسي اوسلو 93 ماذاك يا دكتور حسن قد الدنيا اخبارك ايه كله تمام سعيد وجود الصديق العزيز معنا انا سعيد بقولكم معايا بصراحة هستأذنك دكتور عايز الاول ابدأ بالشق القانوني وهنا هسأل دكتور حاتم على الشق القانوني في هذه المرافعة من حيث دور مصر قانونيا امام المحكمة النهاردة المحكمة عندما تأخذ ما يطلق عليه الرأي الاستشاري ده معناه ايه؟ تمام بداءة مبتدأ القول ومفتته لو علمت اسرائيل انها ستكون على موعد مع المرافعة المصرية في 21 فبراير 2024 لما تمادت في غيها وما ستحدثه من ردة فعل على المستوى الجماعة الدولية وما يعقوبه ذلك من حراك سياسي على المستوى الدولي اعتقد كاتل امور ستتغير كثيرا رجوعا الى مصر وتلبية ليه؟ يعني لو كانوا عرفوا ان احنا هنعمل ده ما كانوش تمادوا كل هذا التمالي الوحشي ليه؟ فحقيقة الامر ان المذكرة اعدت باحكام واتقان وبخبرة في القانون الدولي والعلاقات الدولية ولم تترك كبيرة ولا صغيرة الا تناولتها ووضعت اسرائيل في خانة اليك كما نقول بمعنى تضييق الخناق على الدولة الاسرائيلية ولم تفارق لحظة واحدة او نقطة واحدة من المذكرة سواء المذكرتين السابقتين للمرافعة او من المرافعة الا تناولتها تفصيلا بما يدعمها من اسانيد قانونية من احكام القانون الدولي مثاق الامم المتحدة اتفاقيات لاهاي اتفاقيات جنيف القانون الدولي الانساني قانون الدولي الحقوق الانسان لم تترك شاردة ولا واردة الا مدعمة بالاسانيد وبما يدين اسرائيل وبما يضحط مزاعمها جميعها طيب هنا ارجع بقى لدكتور حسن عصفور انا عارف ان انا مسهرك بعض عشرة مساء وده شيء صعب جدا فانا عارف ان انا ليه عشم وخواطر وكذا هنا هرجع على دكتور حسن كاف محلل كمفاوض مش بس كوزير مفاوضات وزيما انا ذكرتك احد مهندسي اسلو 93 اولا كيف رأيت هذه الزاوية المصرية اليوم وهي مرافعة مستشارة اسمين موسى من محكمة ومن ناحية تانية الى اي مدى نستطيع بشكل ممكن يتبني على فترات او على خطوات ان نعيد احياء اسلو 93 مرة تانية طيب دعني في البداية ارحب اباك والدكتور ومستمعين ونترحم جميع على شهداء الشعب الفلسطيني اللي بيدفع اثمان يعني في بضع غير طبيعي خليني اقول وربما الاول من نوع من حيث الحجم والشكل والتوقيت المحكمة بحد ذاته محكمة العدل الدولي بمجراه العام هي تعتبر يعني اعتقد انه احد الادوات الهمة جدا التي تعيد فضح الدولة الفاشية اليهودية قبل ان تعيد توضيح القضية الفلسطينية نحن بنخذ صراع مركب لانه تواجه دولة فاشية بالمعنى الكامل وكان العالم غير مقتنع بما نقول ان هذه دولة فاشية ويتهمون انه انتم عنصريين وكذا وكذا طلعت دولة عنصرية فصل عنصري وفاشية و جرائم الحرب التي ترتكب مثل مقل بعضهم لم ترتكب بالحرب العالمية الثانية لذلك المحكمة بذاتها بكل ما بها هي تمثل نصر سياسي قانوني للشعب الفلسطيني و بعتقد انه اعادت الاعتبار لمجمل قوانين سواء القانون الانساني او الشرعية الدولية او القانون للحقوق الانساني و كل ما يتعلق بهذا الموضوع الى طاولة البحث و اكدت للعالم بدون استثناء عدل الولايات المتحدة الامريك اللي كان اليوم شاذ و قزم اول مرة تشعر بمندوب امريكي انه قزم وهو يتحدث امام لانه شعر انه شاذ يعني حتى عكس مجلس الامن بتكون مندوب بتحكي كأنها مرتاحة امام الخمسة عشر عندها فيتو بس هو اجل اليوم يتكلم و نفسه انه غريب خارج عن السياق الدولي تماما مش جو المحكمة و حكي كلام سادج انه بناش نحكي عن انسحاب فوري و هو في احتلال ابديه مثلا يعني حتى طريقته في التعبير بتحس انه طفل مدرسة و كان سوق حظه انه كان سبقته ممثلة مصر لان شخصيا اعتقد انه بشكل عام كل المداخلات انا استمتعت على الصعيد الشخصي تابعت كل المداخلات و يمكن من القلال ان اتابع مداخلات بهذا الطول طول اليوم يعني عدد هائل مداخلات بشكل عام قدمت خدمة للقضية و لكن الممثل المصريبي بصراحة انا شخصيا اعجبت بحضورها بعيدا عن النص النص الكثير من الكلام تجده الى حد كبير ولكنه عبرت عن الشخصية المصرية اللي احيانا بتلاقيها بتفلت دلال اليوم موسى مش عارف اسمه الاول ياسمين موسى كانت شخصية اعطت قيمة للنص في مرات النص بيعطي قيمة للشخص هي اعطت قيمة للنص وهي المهمة جدا فيه السيكولوجيا المخاطبة امام محكمة بهذا القيمة واعتقد ان احنا اليوم يعني بقرة رتفرج على سينابي بتلاقي مختلف انا انا منتظر اشناع الرد الاسرائيلي بصراحة يعني منذو الامريكي كان هزير الى درجة مضحكة يعني لا يوجد عنده بنت قانوني واحد اللي يبرر فيه دفاعه عن دولة الفاشين موسى مش عارفين كيف بدي يكون لذلك انا نصور من هاي المحكمة هي طبعا كان القرار في امم المتحدة جمعية عامة مش يعني الجمعية العامة اتخذت بالاغلبية التصويت كان عالي جدا لمصلحة الرأي الاستشاري لمهية الاحتلال لذلك هو قال الامريكي ارجو ان المحكمة تصدر قرار استشاري بان تنهي الاحتلال او تؤدي الى الانسحاب الفوري من الاراضي المحتلة اللي بده يعطينا احتلال الى ان تقرر امريكا عكس ذلك بصور احنا داخلين في مرحلة اعادة فضح جوهر الاحتلال من حيث الفصل العنصري من حيث مخاطر الضم دور المستوطنين ونحكي عنه في اكثر من مداخلة بالمناسبة وطبيعة الجرائم التي ترتكب ورابط كل القضايا بالاخير بتلاقيها كلها جرائم حرب من الفصل العنصري الى الممارسات كلها متوصلك الى ان احنا داخلين على دولة ترتكب جرائم حرب مع ابادة بعض الدول استخدمت تعبير الابادة الجماعية اكثر من دولة استخدمت هذا التعبير الى جانب جرائم حرب الفصل العنصري كانت هي الكلمة العامل المشترك في كل المداخلات عدل امريكي كل من تحدث امام المحكمة تحدث على الفصل العنصري البعض تحدث عن العبادة البعض تحدث عن جرائم ولكن بشكل عام كان كلمات اعتقد انها نصر قانوني سياسي للشعب الفلسطين ارجع مرة تانية لدكتور حاتم انا لفت لنظري جدا من امبارح او منك من اول امبارح من ساعة ما بدأنا او يعني ينشر كلام حول هذه المرافعة اللي هتقوم بها الدكتورة ياسمين موسى المستشار ياسمين موسى امام المحكمة انه مصر هتاخد او اخدق خط هو الطعن في شرعية هذا الكيان من بدايته لانها طعنت في شرعية وجوده على الاراضي الفلسطينية و اظن انه دي اول مرة حد يقوم بهذا الطعن قانونيا امام محفل دولي و امام هذه المحكمة وهي اعلى المحاكمة الدولية في العالم نتيجة ده ممكن تبقى ايه طيب هذه عينا الحقيقة بس دعني ان انا اجيب على سؤال حضرتك المكنة او سلطة الجمعية العامة كاحد الاجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في استطلاع او في طلب المشهورة والرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولي احنا محكمة العدل الدولي هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الامم المتحدة لها اختصاص اختصاص قضائي واختصاص استشاري اختصاص قضائي فض المنازعات بين الدول اختصاص استشاري عندما يطلب منها المشهورة من احد الاجهزة الرئيسية او الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة احنا عنا جانب اخر جنوب افريقيا هذه قضائي فجميع العامة احد اجهزة الامم المتحدة عندما تطلب المشهورة من محكمة العدل الدولي فهو ضمن اختصاص محكمة العدل الدولي وطلب مشروع ويتسم بالشرعية الدولية فلا غبار عليه ولا يكون بمكنة احد ان يضحض هذا السند القانوني وهذه الحجة القانونية على الاطلاق حل ده رقم ده كده اول واحد النقطة التانية فيما يتعلق بمضمون المذكرة او مضمون المرافعة الشفاهية النهاردة لوزارة الخارجية ولا اريد ان احصرها في مستشارة ياسمين موسى التي ابدعت بالفعل لكن لا نبخذ حق الدبلوماسية المصرية كاملة والفريق القانوني وكل من شرك وساهم في هذا الانجاز الذي اسميه واصفه بالتاريخي تمام شرعية الاسرائيل دولة محتلة تمام فمنذ نشأتها وهي سلطة احتلال بمعنى ان ما يسمى او ما تدعيه من مكنة او حق الدفاع الشرعي هو مقرر للفلسطينيين وليس مقرر لسلطة الاحتلال ده رقم واحد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق شرعي دولي مصهون مضمون بمثاق الامم المتحدة وكافة الاتفاقيات الدولية بالأخص المادة 21 من مثاق الامم المتحدة حق السلطة او المقاومة الفلسطينية ايا كان الفصيل في المقاومة المسلحة ليس فقط مقاومة سياسية او المقاومة المسلحة مصهون ومضمون وفقا لأحكام القانون الدولي وبالأخص قانون لهاي 1907 حمل السلاح مشروع نجي بقى نقطة اسرائيل بتحاول تروج لها من وقت لآخر ان اسرائيل هي الضحية وانها في حالة دفاع عن النفس وده غالبا يبقى نص الكلمة بتاعة دوكرة غالبا الدفاع عن النفس وحق الدفاع الشرعي مشروط بشرطين اساسيين الشرط الاول حالة ضرورة الشرط الثاني تناسب رد الفعل مع الضرورة او مع المعتدى او الفعل القائم بالاعتداء وما الى ذلك فبالتطبيق شروط الاعتداء لحق الدفاع الشرعي على ما تقوم به اسرائيل هذا يجانب وينافي ويخالف حق الدفاع الشرع الفلسطينيون هم هم اصحاب الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس ما بالحضرتك بقى ان حق الشعب الفلسطيني ايا كان المكون هو حقه في مقاومة الاحتلال حق مشروع لان اسرائيل سلطة احتلال نضيف الى ذلك ان اسرائيل باعتبارها سلطة احتلال القانون الدولي بيلزمها بضمان امن وسلامة المواطنين الفلسطينيين واموالهم وممتلكاتهم واعراضهم وما الى ذلك وهذا ما يكره القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الانساني اللي هو في وقت النزاعات المسلحة العيان المدنية والاطفال والنساء والجرحة وكل كلام الاسرائيل بتعمل عكسه وتنتهج ما يخالفه فلذلك اعتقد لذلك انا بدأت مداخلتي ان اسرائيل لو علمت ما اعدى لها من قبل مصر لا تراجعت عما تفعله مهم الاغبية الحقيقة لان هما دخلوا قبل كده معانا في المساجنة القانونية اللي كانت متعلقة بطابة وبردو خسره فانا مش قادر التصور يعني الغابي هو من يقع في نفس الخطأ مرتين على كل انا هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام وبعد الفاصل هنرجع دكتور حسن عصفول لان انا مهم عندي ان انا اتكلم اذا هتصور تصور فيه كل التفاؤل بانه احنا هنبدأ نكسب فيه النقاط القادمة وما الى ذلك وهضع معاه تصور اخر انه المباحثات سوف تنجح ونستطيع ان احنا نصل الى هدنة 45 يوم وتمدد فهيبقى عندي سؤال متعلق ب The day after اليوم التالي هل هقدر اشتغل على احياء اسمه 93 ولا لا وجينا بقى هنا كلام فاصل ونكمل الكلام طيب خليني اجدد الترحيب بحضراتكم وكل الترحيب بدكتور حاكم حاتم العبد ودكتور حسن عصفور وقولنا هنرجع الدكتور حسن عصفور في اطار هناخد نقاط يعني كسبنا نقطة جنوب افريقيا في مسألة جريمة الابادة هنكسب نقطة في المرافعة المصرية النهاردة هنكسب نقاط لكن يجي السؤال هل بعد هذه النقاط اقدر افكر وزي ما كنت بقول ويمكن نقدر بالفعل نوصل له هدنة الـ 45 يوم والتمديد عايز افكر فيه ماذا بعد السيناريو المستقبلي احياء 93 البناء على ما استطعنا ان نحصل عليه من حوالي 31 سنة في أوسلو يعني شوية الصورة يمكن مجعلك يخلينا اقول يعني محكمة شيء وما يحدث شيء اخر المحكمة هي نصر بتحسه قدامك قانونة وانت بتحس مفخر غير طبيعي تطلع من المحكمة فين بقى التفعيل تماما مشهد مختلف كليا وثمنه كثير اشكانيتي اليوم التالي مربوطة بالهدف الذي من اجله صنعت هذه الحرب هي الحرب مصنوعة مش ردة فعل ابدا هي فعل على شيء كان مختلف يعني اليوم التالي ما يخطط له امريكيا اسرائيليم شكل مشترك بالحرب وبالتفكير يعني تخيل اليوم بلينكين بروح على برازيل بزور برازيل من اجل امتصاص غضب البرازيل على موقف اسرائيل من اعتباره شخصيا غير مرغوب فيها بسافر شخصيا لان برازيل دولة كبيرة فبديو يحمي اسرائيل من اسرائيل لانه يهودي العالم هم مثل ما ينقضوا اسرائيل اولا ثم بفكروا التاني وهذا اللي حكاها اول يوم تاني يوم قال انا اتيتكم كيهودي نسي انه امريكا ودي خارجي لذلك التفكير المشترك لما سيكون التفكير الامريكي الاسرائيلي اللي خلينا نقول احنا وضعنا ترغبس خلينا هم شو بدهم مرحلة انتقالية تقسيم قطاع غزلة ثلاث اقسام قسم شمال جنوب ادارة مدنية فلسطينية ومش موحدة الادارة كمان يعني نقسم الادارة ممكن نعملها احياء في داخل القطاع والمنطقة العازلة التي تصبح هي الحاكم العسكري يعني تصبح هي المهيمنة الامنية الكاملة الضفة الغربية عمليا عمليا الان لم تعد وحدة جغرافية واحدة يعني الضفة الغربية الان هناك طرق خاصة للمستوطنين طرق خاصة للفلسطينيين يعني نظام فصل عنصري كامل الان موجود بالضفة الغربية فلا تستطيع مطلقة ان تتحدث عن وحدة جغرافية ففصلوا الضفة عن الضفة وردي عمليا غزة مفصولة عن الضفة من فترة من 2004 نقدر نكون مفصولة والفصل يتعمق فريق طرق اخرى لذلك اليوم التالي ليس حتى مش رمادي قد يكون فيه شبح سواد وشبح سواد وقد يكون معتم حتى ظلامي الى حد كبير ما لم تحدث عوامل مختلفة والعوامل مختلفة عربيا بالدرجة الاولى لانه الطرف الفلسطيني الرسمي غير قادر ان يتجاوز ما هو موجود فيه تحط له شر نخوه كأنه خايف يكسر يطلع منها فما لم يكن هناك موقف رسمي عربي يكسر التقليد في العلاقة مع اميركا احنا ذهبين الى وضع غير ايجابي وصف لي موقف رسمي عربي عايز توصيف لموقف رسمي عربي شكله ايه؟ اختصر الموضوع بديش اقول كل الرسمية العربية الان اجتمعت ست دول او انا بسميه الوزارة السداس العربي بمشاركة المنظمة طلع المنظمة سداس الخماس العربي مصر السعودية الاردن قطر الامارات خمس دول الان جلست في بينا حتى التصور قدمته لليوم التالي هذا التصور اذا لم يكن مدعوم ملوش قيمة مدعوم من؟ من الدول نفسها تكون عندي اداة تدريبية ايضا عايز وحدة ارادة للخمس عواصل قرار انا مش عوحدة ارادة هم اتفقوا حطوا مسودة قدموها للاميركان كلفت العربية السعودية ان تتولى بالتفاوض مع الاميركان بهاي الخطة بحكم الوزن ما لم تستخدم القوة اللي عندهم والخمس اطراف قادرين يستطيعوا تماما لو ارادوا لو قرروا لو رغبوا ان يفرضوا على الولايات المتحدة الامريكية ما صار مش اسرائيل اسرائيل حطها جانبي لانه اذا امريكا اقتنعت اسرائيل تتبع مش العكس العرب كان يقولك ان امريكا تتبع اسرائيل هاي وهم او يعني السذاج السياسية هذا عشت انا بتجربتنا يعني احنا باصله امريكا كان ضد اصله ضده تماما و ظلت تحفر لنا قتلوا الربيع و ألغوا اصله امريكا كانت احد شركاء الغاء اصله مش العكس يعني بالمناسبة الناس متوهمة فيها لذلك لا تستطيع ان تسويق خطوة خطوة العربية او الخطة العربية الجديدة اللي تقدمت يعني فيه تصوره و تصوره مش سيء بالمناسبة اللي نحط و اللي تقدم خطة كفيلة ان تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية ولكنها تبقى حبر على ورق ما لم يستخدم القوة العربية وهي غير قليلة و قادر ان تفرض على امريكا امريكا بحاجة للعرب مش العكس و هاي يمكن من فوائد العملية العسكرية الروسية و النهوض الصيني الاستثمارات العربية موضوعة بين فكي الامريكان العرب محدش هيعمل حاجة مش لانه هل بتكلم على تريليونات من الاستثمارات جوه امريكا و هاي سلاح فيها بكرا الصبح يجمدوها هاي سلاح فيها لا لا اطلاقا مش شوف انا برأيي عندك اسلحة عندك اسلحة مهم بدت تبرج المهم انت تقتنع انه بدك تخدم فلسطين فيها ولا لا لمصلحات بيعملوها و انا بجيب لك مثال طيب هو المشكلة الوقت الجري بس انا عايز اسمع من دكتور حتم العبد بسرعة قبل ما اختم الحلقة دي على الخطوات القانونية التي قد تكون لاحقة بالتأكيد احنا ما عندناش يقين بما هي شكل الخطوات القانونية القادمة امام المحكمة لكن ايه اللي ممكن يبقى متوقع اه قبل ما اجاوب حضرتك على السؤال ده دعني اختلف مع الضيف الكريم فيما يتعلق بغدا غدا سيكون اكثر اشراقا من اليوم وليس اكثر تعتيما او سوادا بما حدث اليوم وما احدثه من زلزال قانوني اعاد القضية الفلسطينية الى الواجهة ومصر اثبتت ان القضية الفلسطينية في قلب وعقل السياسة المصرية والدبلوماسية المصرية وتعقب صغير اذا ما فوضت الاطراف الخامسة السعودية هذا لا يعني ان لها ثقل اكثر من اي دولة لا ما شاء الله اقول الثقل دعو اخر حضرتك وقلت ثقل مصر رمانة الميزان ومصر رائدة السعودية مع امريكا عنده 800 مليون 800 مليار استثمار اه بتتكلم على انه الثقل الاستثماري انا اتحدث عن الثقل السياسي والثقل الدبلوماسي فمصر لا يشك لها غبار في دبلوماسياتها وليس لها مسيح انا فاهم وجهة النظر انا فكر ان موافقة مصر يعني مصر ضمن الخمسة مصر موافقة على هذا الحقي مش انه تجاوزا لها اعتقد ان الاطراف الخامسة من دخول مصر في القضية طبعا الاطراف الخامسة اعتقد في تحليلي وانا لسه كاتب مقال في افاق حول الخليج هيكون حول المبادرة العربية الملك عبدالله الله يرحمه اللي هو كان في قمة لبنان مبادرة كانت 2002 اه خمسة لا مارس 2002 لا مارس بيروت بيروت ليه اساسها مبادرة فاهم لما كان الملك عبدالله وليه عهد انا ذاك تمام اعتقد ان هي هتكون كده الخطوات القانونية اللاحقة على ذلك رغم يكون الرأي المستشار او الرأي المطلوب من المحكمة هو رأي استشاريا الا انه فيحدث زلزالا قانونيا كما قلت على المسجمع الدولي وعلى المستوى المجتمع الدولي لان المجتمع الدولي ليس امريكا فحسب لا طبعا مش هنقدر نتخطى رأي حتى ولو كان استشاريا للمحكمة العدل الدولية وهي اكبر واكدس واعلى منظمة او هيئة قضائية دولية فرأيها حتى لو كان استشاريا سيؤخذ بعين الاعتبار وسوف يكون لنا المزيد من الكلام على سيناريوهات ماذا بعد احنا هننتظر زي ما كان بيتكلم دكتور حسن الكلمة بتاعت الكيانة السهوم المحتل غدا ايضا في نفس دات المحكمة وهنشوف ساعتها هنقدر نتصرف اذا انا عايز اشكركم جدا كل شكريك يا دكتور حاتم وورتاني وشرفتاني دكتور حسن حبيبي وصديق عزيز جدا ورفيق احد مهندسي اصله انا اتفاهم وجهة نظر دكتور حسن جدا من منطق اللي هنستخدمه بالمصر يا مدقت على الراسط فاللي هو يعني خليني يبقى حذرين في التفاؤل صح كده يبقى التفاؤل الحذر خلوني اروح الى انه اشكركم مرة تانية مخلصش الكلام اكيد هنستأنفهم تاني وتالت ورابع الى ان نذهب سويا في يوم من الايام للأدس وهي عاصمة فلسطين سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامج رقم عشرة احنا لو كلنا العمر اقبلكوا بقى ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة